موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في حلقة جديدة من شواطع بلادي اقليم النادور اليوم سنعرفكم على شاطع ارقمان في مدينة النادور ومرافقه سنشاهدون مكان في طرفها ونعرفكم على مواصلات كيف تستطيع النادور ونعرفكم على جميع المرافق تبع معي الفيديو من الأول إلى الثالثالي موسيقى ونعرفكم على المواصلات التي ستقدرون من مدينة النادور لشاطع ارقمان شاطع ارقمان خارج على النادور في جماعة ارقمان والوسيلة الوحيدة التي ستقدر توصلك إلى الشاطع هي الطوبيس الطوبيس الرقم 8 الذي ستأخذه من المحطة الطرقية كنت في شارع جيش الملاكي او شارع تاوي مارا حتى الخارجة السعيدية بالنسبة للثامنة سيضعك بسبعة درام وسيوصلك إلى باب الشاطع ارقمان وهذا الباب وهنا الطوبيس وهنا الطوبيس وهنا هي الباب الشاطع يعني قريبك في الباب الشاطع ارقمان وبالنسبة للرجعة سيضعك من البلاسة التي ستقدم فيها ونسمى تسمى يهزك في ذلك البلاسة التي ستقدم فيها وذلك حصلنا إلى الشاطع ارقمان ها هي الدخلة الشاطع ارقمان وإذا يأتي بطوبيس في الرومبان ستدور على يدك دليمن هنا سيتلقى الباركينج بلسة الباركينج ها تستطيع تضع المبال وكي لا يتعلى لايسر ديالك يسمى باركينج وذلك سندخلوا الشاطع ارقمان ونعرفكم على شاطع ارقمان وهذه الدخلة الأولى لديها احتياجات الخاصة وبالنسبة لشاطع ارقمان شاطع ممتاز من أجمل الشواطع التي يوجد في المغرب ومرفوعة فيها الراياء والأزرق وفي الدخلة الشاطع هذو اللي بالحمر هما منو عند الدراجات الحيوانات والتخيام وهذو اللي بالزرق هذو مرافق التي يوجد هنا في الشاطع وبالنسبة لشاطع ارقمان تشرف عليه البنك الشعبي، وبالنسبة لشاطئ اركمان شاطئ في الملاحيد والضوء في هذه القيση تبخل من هذه الحلوات. في الدقيقة المحروس هناك المجال المتساعدة، وفي الوقاية المدنية، والسباحة المنقضة. وهنايا في الجنب الكورنيش هنايا كين واحد البارك هنا في اللعب الدراء الصغار. هنايا هوا في الجنب الكورنيش. وبالنسبة لهذا المرافق هذا بيت الإسعافة الأولية الوقاية المدانية القوة المساعدة غادي تلقوا البنجالو ديالهم في الجنب الكورنيش وحتى البارك والطواليطات. ودهبا احنا هذا هو الكورنيش ديال شاطئ ارقمال فيه تمانية ديال الدخلات. وكين الدخلات الرقم السبعة هي الدخلة ديال داوي الاحتياجات الخاصة. لي هي هذي. لان في هذي الخشب يمكنها تدزل الكروسة. غادي دخلك حتى الماء. ها هي الدخلة ديال كورنيش. ها هو الباصراج ديال داوي الاحتياجات الخاصة اللي غادي يوصلك حتى الداخل الجنب ديال الماء. ودهبا غادي ندخله للشاطئ الداخل وغادي نعرفوكم على المرافق شنو كين الشاطئ الداخل. بالنسبة للشاطئ ما فيش المضالات المجانية. ولكن هنا هنا اللي يكريب. كان واحد من نوع كي يكريب هي البراسول وكين واحد النوع اللي كيجيب البراسول دياله. إلا جبتي البراسول ديالك رعندك الحق تجلس في أي بلاسة. القيسية خاوية غادي تجلس فيها. وبالنسبة الجودة ديال المياه ديال الشاطئ. آآ المياه دياله صافية ودافية ما بردش بزاف. وبالنسبة الاكوال بيبة ما فيش ولكن بعد المرة سرع اي شاطئ كتخرج في اكوال بيبة كتخرج بزاف. شاطئ ارقمان من اشهر الشواطئ اللي كيني بمدينة النادور اللي كيلقع يقبل بزاف عليه في فصل الصيف لانه من اجمل الشواطئ هنا بمدينة النادور وكيلقع يقبل بزاف وحتى المواصلات دياله سهلة. وبالنسبة فين تقدر تاكل هنا يا بشاطئ ارقمان هنا كينين بزاف ديال المطاعم بالضبط في الكورنيش في الجنب ديال البحار. عندهم الدخلاء تطلعوا للبحار وعندهم الدخلاء اللي كيطلعوا من الشانطين اللي هي. بالنسبة لهذا المطاعم عندهم تاجين عندهم شوية عندهم اي حاجة بغيتها عندهم. غادي تقدر تلقاها عندهم. غير هي الجودة كتكون متوسطة. لان هذا المطاعم اكتر هي كيخدمو غير في فصل الصيف. وفي الصيف راكم عارفين كيلقعوا اقبل بزاف من اللي كيكون اه عندك الكليام بزاف را صعب ترضي بالزابون. ها هو هنا يا الشانطين. ها هما هنا يا غادي تلقى المطاعم هنا يا الدخلات ديالهم. حتى من اللي هنا. وبالنسبة كان واحد المطاعم هنا في الرومبان اللي بغيته يتمكه وكان مطاعم في جنب ديال الرومبان. وبالنسبة الكيرة هنا يا كين هنا واحد اوتيل ساد. وبالنسبة الكيرة هنا ما كاينش في شاطئ ارقمان. كان واحد الفيلات في الجنب. الى بغيت يتجد كريه خصوك تمشي حتى القرية اللي بعيدة شوية على شاطئ ارقمان ولا غيف ذاك الرومبان ديال الدخلة ديال شاطئ ارقمان. تمك راكين الضيور كيتكراو. ولا شاطئ مهندس تمك راكين كامبينغ اللي بعيدة عليه بعشرة ديال الكولومتر. خريب بزاف على شاطئ ارقمان. راكين تركب لغيمة ما كملنا الرومبان كينير خطافة غادي دخلك حتى اللي هنا يقتل كامبينغ. وبالنسبة الثامن ديال كامبينغ هو ثلاثين درهم الشخص واحد ما كيحسبوش لطوند فيه ما فيه الدو فيه الدوش. وبالنسبة خصوك العشرات الدخول لدواعي عمنية لان هذه المنطقة خاوية منطقة حدودية. ولا اهدرتي مع المخزن لك اقرأ في كلامان لا غادي يخليك. وهناك نكون سهلين الفيديو ديالنا. إلا ما قلت شي معلومة ولا ما عرفت بشي حاجة. معليك غيرت دخل عندي الانستغرام اجريك بي فلوغ. راني كنجاوب كل شي. وبالنسبة الانستغرام رمزان ما كنخدم عليه فيديوهات ديرو غي كونتاك. ولا بغيتي تزيد تعرف على الشواطئ هنا ديال المغرب. معليك غيرت دخل عندي القناة اجريك بي بلوغ. غادي تلقى البلايليست شواطئ بالهدي. تما كراكينين بالسابة ديال الشواطئ. وهنا كنكونو سهلين الفيديو ديالنا. يلا تصلاف رأسكم. وباللاتي قبل ما ننسى له هذا الفيديو هذا. بالنسبة للناس ديال النجمة اللي كيتفرجو في الفيديوهات في الفيسبوك. معليك غيرت دخل الفيسبوك تكتب عينهم على الاماكن. غادي تلقى الباج ديالي اللي هي عينهم على الاماكن. وغادي تلقى تمامك تصويرات ديالي. تما كنلو حد فيديوهات كاملين. غري يخلو حم عطلين ماشي بحل اليوتيوب. ولكن نعجبك هذا الفيديو هذا معليك غيرت دخل الكمنتر. ولو بغيتنا نعرفكم على شي شاطئ من الشواطئ هنا في المغرب. معليك غيرتكتب الناس الشاطئ اللي بغيتنا نمشي ونعرفكم عليه. ونعرفكم على المواصلة دياله. والمرافق دياله. وهناك نكونو سهلين الفيديو. يا الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة